المساء مع فيصل بنحلز كانت السلطات التركية اعتقلت فلسطينيين أحدهما زكي مبارك بتهمة التجسس قبل أن تعلن أن الموقوف مات منتحرا دون تقديم أي أدلة نتابع التقرير ثم نناقش تفاصيل ما حدث مع يوسف زكي مبارك نجل الضحية ممكن الأتراك يقتلوا عشان يخفوا خيبتهم ويخفوا أنهم أمن خايب هي خيبة تركية تريد أنقرى أن تخفيها هكذا فسر شقيق المعتقل الفلسطيني في تركيا مقتل شقيقه الذي قضى في السجون التركية إخواني أول شيء تأكدوا أن زكي ماء انتحر زكي ماء مكتول الرواية التركية تقول أن الفلسطيني المعتقل لديها انتحر بأن شنق نفسه وهي رواية لم تصدقها عائلة المعتقل الفلسطيني زكي مبارك السلطات التركية لم تقدم أي دليل يدعم روايتها بأن الفلسطيني الذي اعتقلته مع شخص آخر بتهمة التجسس قد انتحر وبأنه لم يقتل بفعل فاعل أسرة زكي مبارك اتهمت نظام التركي بتصفيته بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس التي لم يرتكبها عائلة الشاب الفلسطيني الآخر نشدت العالم لحماية ابنها الذي يقبع في سجون تركيا دون أي دلائل حقيقية تدينه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا طالبت بتدخل أممي في تحقيقات تعديب الفلسطيني في السجون التركية حتى الموت وأشارت إلى أن السلطات التركية أوقفته بتهمة التجسس دون أي أدلة وللتغطية على جريمة التعديب أعلنت موته منتحرا في مكان توقيفه في أحد السجون وطلبت المنظمة بإرسال لجنة من الأمم المتحدة لفحص الجثمان وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة دون إجراء تشريح أممي محايد المنظمة أكدت أن حالات التعديب حتى الموت تكررت بسجون تركيا وسجلها عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية للنقاش ينضم إلينا من غزة نجل الضحية يوسف زكي مبارك أهلا بك سيد يوسف أولا نتقدم إليكم بخالص المواساة يعني بداية سيد يوسف متى آخر مرة التواصل معكم والدك توصلنا معه بشكل شخصي عن طريق المحامي عندما أخبرنا المحامي أن أبي سوف يخرج بمحكمة كفالة يوم الاثنين سيتم التحقيق وهو هذا اليوم ويوم الثلاثاء سوف يخرج من السجن هذه آخر مرة توصلنا معه عن طريق المحامي شخصيا يعني هل أنا حابب أحكي القصة بشكل مبسط بشكل سريع تفضل يوسف نعم تفضل أولا عشان تعرفوا القصة لازم تعرفوا من زكي مبارك زكي مبارك هو رجل المخابرات عميد في المخابرات ذهب إلى بلغاريا عام 2007 عندما تم الانقسام ذهب هناك ليقيم عائلته ليؤسس لعمل لقمة عيش لعائلته لأسرته بعد ذلك ذهب إلى تركيا ليبحث عن نخمة عيش يعني ذهب هناك ليقوم بفتح مطعم أخبارنا أنه يريد أن يفتح مطعم هناك ولسوف نعيش في تركيا ونكون عائلة سعيدة وعائلة مبسوطة وحوجئنا بعد ذلك بخبر اعتقاله بخبر اعتقاله بتهمة التجسس عميل إماراتي بتهمة التجسس للإمارات أول شيء أبي ليس إماراتي وكلنا نعرف هذه الحقيقة أنه فلسطيني من غزة من دير البلح خصوصا هذه النقطة نقطة ثانية أن المحامي أخبرنا أن أبي سوف يخرج بمحكمة كفالة سيتم التحقيق اليوم يوم الاثنين وسوف يخرج غدا يوم الثلاثاء فلماذا رجل دكتور علوم سياسية بوعيه وثقافته ورجل يعرف أنه سوف يخرج غدا يقوم بالانتحار لماذا يوسف هل أبلغتم من طرف الأتراك بشكل رسمي بوفاته كيف تلقيتم هذا الخبر لا لم نبلغ من طرف الأتراك وطلقينا هذا الخبر بشكل صادم عندما أخبرنا عنه عندما أخبرنا المحامي عندما توصلنا معه بشكل شخصي أن المحامي أخبرنا أنه توفى الوالد وأنا مستغرب أنه كيف هيك أنه كيف صار أنه خبر انتحار حتى المحامي نفسه لم يصدق لماذا في رأيك يروج الجانب التركي أنه انتحر أنا شايف أنا من وجهة نظري أنه كبش في دا أنه أبي راح كبش في دا لأشي أكبر من هيك أنه التركيين بدهم يخبوا على خيبتهم بدهم تغطوا على الخيبة أنه ما قدرواش يثبتوا عليه إشي يعني ما قدرواش يثبتوا عليه إشي وكان حيطلع في محكمة كفاعلة يوم الاثنين والمحامي أكد أن الوالد مدفاعل وإن شاء الله حيطلع يوم الاثنين أو الثلاثاء وفجأة نعرف أنه يخوي ينشروا خبر أنه تم انتحار يعني متدخلش رأس أي واحد أنه يشتغل أنهم يستغفلونها يعني إحنا مش في الغباء هذا هل طلبتم أن يجيها التحقيق في الدعاء التركي نعم نعم ناشدنا ناشد الرئيس أبو مازن وسلطات المسؤولة في إرسال لجنة تقصي حقائق في مقتله وتشريح الجثة ونناشد بردو برسال لجنة طبية طباء فلسطينيين ونازهين لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة الحقيقي وأنا بدون ما ينسلوا كمان أنا هذا مطلب لنفجر العالم الدليل الدليل أن أبي مات مقتولا وظلما لأن الترقيين لم يريدوا أن يشتغلوا خيباتهم من العالم أننا اعتقلنا شخص بريء ولن نستطع نستدرج عليه شيئا ما هي الإجراءات التي ينون القيام بها في رأيك من قبل السلطة الفلسطينية بعد ما طلبتم منهم لحتى الآن لم تلقى أي خبر رسمي لكن نريد منهم إرسال أول مطلب أن نريد أن يساعدون أنا حاليا ذهب عمي عمي زكريا عمي وأختي الكبيرة إلى تركيا هم الآن على الحدود التركية يريدان في سيارة إسعاف يريدان إحضار جثة أبي ليدفن هنا في غزة في غزة دفن بين عائلته وبين أولاده وأحبابه فأنا حابب بناشد أن الرئيس والسلطات المسؤولة أنه تساعدنا يسر لنا الأمور يحكم على السفير الفلسطيني في تركيا هناك أو أي جهات من تركيا أنه يسروا الأمور ويسهلوا لنا الإجراءات أنه نقدر نجيب أبي هنا على غزة عشان ندفنه يوسف هل كان الوالد يتردد نود أن نقترب أيضا من هذا الجانب بشكل أكثر تفصيلا على تركيا بشكل اعتيادي هل تلقى أي تهديد فيما سبق من الأمن التركي أبدا 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 لم يحصل أي شيء من هذا وذهب لتركيا يبحث عن نقمة عيش وفجأة صدمنا بخبر اعتقاله وأبي شخص محايد يعني لا ينضم لأي أحزاب سياسية أو أي شيء وكان طول عمره شخص محايد وطول عمره بس بدور على لقمة العيش اللي أعيش فيها أسرة وولاده وهذا السبب وهذا السبب اللي خليه سافر على بلغاريا وسافر على تركيا في نفس الوقت في آخر سؤال سيد يوسف كيف تردون على الاتهام الذي وجه إليه من طرف الأتراك باختصار باختصار أنه أول إشي الاتهام الكاذب الدعاء باطل لأنه نشر سياسة إماراتي على تويتر أنه ليس إماراتي ونحن نركل هذا ونشر أنه تركيا الآن أصبحت كبش فداء للناس الأبرياء ومجرد تلبيس لناس أبرياء لقضية أكبر من هيك ثاني شغلة أرود على اللي بتدعوه أنه أشتغل مع محمد دحلان وأنه أبو فادي محمد دحلان أنه إدعاء كاذب لأنه أبو فادي طلع وحكى أنه ليس ضابط من ضباط ولا أعرفه وأبي شخص محايد ولم يكن وكل هذا إدعاء كاذب وأبي راح كبش فداء لقضية أكبر من هيك فأطالب أنا آخر طلب إلي أنه السلطات سيدة الرئيس أبو مازن والسلطات المسؤولة أنه تساعد وتيسر لنا الإجراءات أنه يربعطوا أبو يهاني ينتفن هنا ويبعطوا لجنة تقصي حقائق أنه نعرف الحقيقة في مقتله لأنه يعني دم فلسطين يعني أنا أبي مش أي شخص من العالم لازم نعرف الحقيقة نحن نقدر نسكت على اللي صار يوسف زكي مبارك نجل الضحية كنت معنا من غزة شكرا جزيلا لك يوسف